بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين السلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم التعليمية عالم الأميرات معكم المعلم زهير نتمنى بالله تكونوا بألف خير نتمنى الويديو يلقاكم بكامل الصحة تكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله نشكركم على الكمل هائل ديال التعليقات ديالكم وترحبكم بيا ربي جزيكم بكل خير وربي وفقكم جميع أعمالكم سنمروا الخدمة ديالنا كما تشاهدوا أمامكم الصورة رندة الجلابة إن شاء الله اليوم سنطبقها معكم رندة صيفية خفيفة نحتاج لها جوش شعرات الحرير مبروم على جوش شعرات الحرير ديال القصبة نحتاج لكذلك الإيبر النمرة السبعة كما تشاهدوا الخدمة ديالنا ستأتي لطول الهبطة ديال الجلابة أو القفطان هنا نجد الفتحة ديال العنق بالنسبة لي أنا هنا بنيت ستاة ديال الغراز طلعت كان بنيهم ودرت الدقات ديال التوب كما درت التحت يعني يوجد دقات والفوق يوجد دقات سنبدأ بسم الله على بركة الله كما تشاهدوا لا نجيش نازل دابة هنا بالغراز ديال الرندة سنبدأ دقات الموالية ديال التوب إذا ستبقوا معي كي تفهموا الفيديو يعني التقنية والطريقة لاحظوا مزيان ديال الخيط الجهة التحت يعني ماشي الفوق مع أننا يعني هابتين في الخدمة يعني هذه الخدمة كتتخدم حبكة في حبكة ماشي بحل الخدمة ديال الغراز ديال الرندة كما تشاهدوا درت أول حبكة وجريتها مزيان يعني زيرتها ونفس الاتجاه ديال الخيط يعني هنا يالتحت كنعاود ندير الحبكة الثانية بها كنربط الحبكة الأولى كما كتشوفوا نفس الشيء غادي ندير مع الغرزة الثانية هنركب فيها يعني غرزة ديال رندة الأميرات كما كتشوفوا ونضيح الحبكة الأولى كما تجعلني يعني ذلك ذلك المنطقة الغرزة كما نضيح الحبكة الثانية كما تجعلني الفراغ كبير ونضيح الخدمة يعني مشرقة يعني من الأول هنتم مدى بارة كنخدم رندة الأميرات الفرضية يعني الغرزة كي تجعل غرز مساتفين مع بعضياتهم يعني مشي التنائية لكتجي يعني فيها الفراغات كما كتشوفوا كنكمل نفس الشيء مع الغرزة الموالية كندير غرزة ديال رندة الأميرات حبكة يعني في حبكة يعني في حبكة كما كتشوفوا كنزير الحبكة ديالي يعني اللي ختمت الأولى باش يعني نعقدها بالحبكة الثانية في نفس الوقت كنطلق يعني الغرز العاديين اللي بنيتهم في الأول كنطلقهم يعني مع الخدمة ديالي كما كتشوفوا دابا قلبنا الخدمة من البناء الغرز بالرندة العادية قلبناها يعني لرندة الأميرات يعني فرضية الغرز كما كتشوفوا هذا غير بالنسبة للصف الأول يعني باش نبدأ الشكل ديال الزواق ديالنا اللي غادينا بطوبي في الخدمة كما كتشوفوا هنا فين وصلت يعني ما نجيش هنا وندير الدقة ديال التوب هنشوف الخيط يعني فين واصل بدك الحبكة اللي ربطت بيها الحبكة الأولى وفي نفس المكان غادي ندير الدقة ديال التوب الأولى عادي وانا كنجيش بد التوب في نفس الوقت نفس الشيء غادي ندير دقة ثانية حداها كما كتشوفوا الخدمة ديالنا نحن طالعين وهابطين كنخدموا يعني نفس الشيء يعني كنخدموا رندة الأميرات ديالنا كما كتشوفوا غادي ننتاقل هنا لهاد العوينة الأولى غادي ندير فيها الغرزة الأولى يعني حبكة في حبكة شتو درت الحبكة الأولى يعني وجبتها مزيان زيارتها ودرت الخيط الدائري لفوق كنخدموا غادي نفس التجال اللي راحنا غادي نفيه تب نسبة الخيط كما كتشوفوا بعد ما صوب الحبه الأولى نفس المكان ديال الحبه الأولى كنكرر تما الحبه ثانية يعني كن نردها تونائية الغرزة كما كتشوفوا يعني حبكة كنزيارها يعني ما نجيش هنايا كما كتشوفوا كنجي مور الحبكة باش نهز الحبكة الأولى مع الحبكة الثانية ما كنجيش يعني غامل الخيط لقدام وندير الحبكة ضروري كنجي من الوراق الحبكة الأولى كما كتشوفوا الاتجاه الخيط كيمشينا في الاتجاه الخدمة نفس الشيء غادي ننقذ عوينة وحدة وغادي ناخد العوينة الموالية هادي نخدم فيها الغرزة الأولى كما كتشوفوا كيف قلية ذلك الفارغ يعني بين جوج غراز مع بادياتهم كما كتشوفوا نفس المكان كما درت معكم في الأول نفس المكان كنكرر فيه نفس الغرزة يعني كنردو تونائية هنا كننقذ هذا الفارغ يعني ذلك العوينة كنناخد العوينة كننقذ كننقذ الغرزة الأولى بهذا الشكل كما تشوفوا نحافظ على نفس العبار نفس المسافة بين الغرزات التي تونائية يعني كي يبقى لي هذا الفارغ نعمر فيه من بعد يعني نفس الشيء كما تشوفوا هنا بدأت بستة ديال الحبات يعني استة الغرزات دبها وما كملت هنا عندي استة ديال الغرزات تونائيات يعني هنا سنقوم في نفس المكان الذي وقف فيه الخيط سنكرر الدقة الثانية ولكن لاحظوا معي مزيانات الصف هنا تونائيات لدينا المجموع الستة هنا سنقوم بالنفس الترتيب من الصف يعني نعمل الغرزة الأولى تبقى فرضية يعني بوحدها لنجيها بط هنا هذا الفارغ مباشرة سنتقل ونكون الغرزة الأولى يعني حبكة نفس الشيء نفس المكان الغرزة الثانية يعني يعني هنا ثلاثة الغرزة كما ترون سنحفظ على نفس العدد الذي بدنا به سنكمل هنا الغرزة التونائية نتقل هنا لهذا الفارغ كذلك نعمل مجوج كي يقول لي عندي المجموع خمسة الغرز كتبقى عندي وحدة كذلك نخدمها في الجانب يعني فرضية يعني تبعوا معي الشرح والطريقة باش تجيبوها يعني غدا نفس العبار ومتقونا ومتقوش تشيئ صعوبة كما تشوفوا عندي هنا خمسة الغرز يعني تبقى نقص غرزة باش نكمل العدد هي هذه التي سنقوم بها كما تشوفوا بعد الغرزة التي بدأت بها متنائية في الصف نقوم بها نقوم بها فرضية اشتوها نطلق الخدمة عادي اشتوه كنا بدنا بالغرزة عادي رجعناهم ستاة الأميرات رجعناهم ستاة تنائيات رجعناهم ستاة وحدة فرضية وجوجة تنائيات بحركة وحدة فرضية كي بقنا نمجموع ستاة في الآخر يعني كل صف كيمشي بزواقة ديالو ستاة لاحظوا جيدا هنا يعني لاحظوا كذلك الصف الذي سألنا به لاحظوا سنبدأ بالتنائية يعني بالغرزة هنا نفس الشيء الذي بديت نفرق الترتيب الغرز في الصف الذي قبل هذا سنبدأ سنبدأ هنا جوجة غرزة تنائية كما ترى سنبدأ هنا جوجة سيبقى خاصة اربعة كما ترى كل فراغ هنا سنبدأ جوجة غرزة سنبدأ حبكة الأولى كاملة كذلك حبكة الغرزة الثانية التي سنقوم نهزها كاملة لن نهز هذا الخيط الذي من القدام يعني بالحبكة سنبدأ كي تربط الخيط الذي أحب به الحبكة الأولى يتربط في الحبكة الثانية كما ترى جوجة غرز هنا كي نكمل عدد ستا يعني تنائيين جوجة مع بضياتهم نستمر في الخدمة عادي كما ترى وكما ترى هنا هو هذا هنا سنقوم بالصف الذي سنقوم بالصف سيكون بالصف الذي سبق قبل هذا الذي سألت يعني لذلك سنقوم بالصف ثنائية بجوجة 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 كما ترى نبدأ بالفردية هي الأولى ونكمل تنائية هنا يعني هنا ثلاثة من الغرز سهلة وبسيطة يعني الصفوف في الهبط لا يوجد من الظلاء يعني لذلك سنقوم بالصف ثنائية بجوجة بجوجة لذلك سنقوم بالصف بجوجة 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 يعني هذه هي التقنية والطريقة هذه الخدمة نتمنى تكونوا فهمتوا الشرح يعني وتكون الرؤية واضحة تكونوا استفتوا معنا من هذه الخدمة وموضوع الفيديو دينا كما كتشوفوا دابا عندي هنا يا خمسة بالحبات بقاتلي هنا وحدة كما ذات بالفوق هنا اربعة كيبقوا في الواسط كنكمل يعني نفس الشيء دابا الخدمة ديالي هي بدأت تكاتبان يعني غاد يبقوا الصفوف يعني غاد ينكي تخدموا وهذا تعطي الشكل ديالها والزواق ديالها كذلك الجمالية ديالها ما تنسوش بأنها خدمة يعني جديدة وغير متداولة مشي كل شيء كيعرف يخدمها أو كيتقنها يعني بهذا الشكل ولهذا يعني خدمة صيفية وخفيفة كذلك سريعة كتطلع ضغية يعني كنتمنى تنال إعجاب ديالكم وبالنسبة للأخوات نكون حققت لهم الرغبة ديالهم اللي يطلبوني بايش نطبق لهم هاد الخدمة كما كتشوفوا هنا كنستمر نفس الشيء يعني يعني طالع دابا كنمشي غيب الغورات تونائيات مع بعضياتهم في الفراغات تل آخير تلخ الخدمة كنتمشي عادي في طلاع في كل صف كنتلعو فيه يعني وفي الهبيض كتغير الخدمة والتقنية يعني التفرق ديال الغوراز كيتتفرق يعني بشكل مغاير على اللي سبق ليش يعطيونا هاد الزخرافة يعني وهاد جمالية في الخدمة ديالنا في نفس الوقت كتجي مزوقة راسها يعني ما تحتاج عادي تتزوق كما كتشوفوا في الموديل دائرين حجيرات يعني كنستمر نفس الشيء هنا كما قلت لكم كي كنخدم يعني الدقة الثانية هنا كنخدم مباشرة يعني الغرزة الأولى الفرضية ديال الأميرات كنكمل نفس الشيء بغرزة نائية هنا في الواسط في هاتجوج فارغات كنكمل الخدمة ديالي عادي تال آخر ديال الهبطة يعني غيغة تتمكنوا وتشدوا العبار في ديالي ديال الخدمة والقياس غتمشوا بها يعني بمنتهى البساطة والسهولة كنستمر نفس الشيء يعني كندير تقاة ثانية موالية احداها كما كتشوفوا عندي ستاة ديال الغرز يعني في كل الصف كنحافظ على نفس العدد اللي بديت به الخدمة ديالي يعني يعني ستاة الغرز يعني وشكل جميل سنكملوا الخدمة ديالنا كما تشاهدوا ربحا للوقت باش منطوروا الفيديو أكثر الخدمة ديالنا تأتي بهذا الشكل يعني شيء مميازة وراقية كنتمنى يعني تبدلوا بيالأشكال ديال الخدمة الليك تخدموه عادية يعني ديال الحصيرة ممكن تخدموها على ستاة الغرز ممكن تخدموها على غرز أقل بالنسبة لتزين ديال الخدمة ديالنا كي مشتوف الموديل ديالنا درتفيح حجيرات يعني ممكن تأخذوا حجيرات بحال هكا وتخدموا المسافة اللي بغيتو 10 سنتيم أو 12 سنتيم يعني من بعد في الآخر وتخدموا حجيرات بحالكة يعني يعني وتدرهم بالإبرة والخيط وتوتقوهم يعني من الظهر ديال الخدمة وغتجي يعني بهذا الشكل كتجي شيء حاجة راقية ومميازة وغير متداوة لكن ما قلت لكم يعني ما رايجاش بزاف كنتمنى الفيديو كنا الإعجاب ديالكم والشرح والطريقة تكون مفهومة والرؤية كذلك كنرحب بالناس اللي يتحقوا بنا اجداد في القناة كنتمنى لهم كذلك التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر موسيقى